الحقيقة وان قاعد بتفرج النهاردة من خلال شاشة قناة الاهلي بابقى مبسوط بابقى سعيد ان انا بنتمي ولو لجزء بسيط جدا لهذا النادي العريق الكبير اللي دايما احتفالاته بتبقى رائعة كل حاجة فيه رائعة حتى مؤتمراته الصحفية وانا هنا بالمناسبة دي يعني زي ما حضراتكم شايفين اه يعني بصوا الصورة دي حضرتك وفيه صورة تانية موجودة دي صورة لافتتاح جراج النادي الاهلي الذي يساعد في وجود السيولة المرورية حول مقر النادي الاهلي في مدينة نصر في صورة تانية برضو لو سمحت يا سمير عملها لنا الصورتين دول انا عايز الناس تتعلم واخلي بالحضراتكم انا انا ما بقولش حاجة علشان ارمي على حاجة او اوصل لحاجة خالص والله لكن انا كل اللي بقوله يا جماعة خلينا نتعلم خلينا نتعلم من اللي نادي الاهلي بيعمله خلينا نتعلم من تنظيم النادي الاهلي من الشكل المؤتمرات الصحفية في النادي كل الاندية انا بتكلم لكل الاندية اللي ما بتعرفش يعني تعمل مؤتمرات صحفية اتفرجوا على اللي بيحصل جوه النادي الاهلي وما فيش منع ان انت تتعلم وتعرف الدنيا ماشية ازاي وتعرف المؤتمرات الصحفية بتتعامل ازاي لما انا لقي كل الاندية في مصر وفي العالم بيعملوا بهذا الشكل حبقى مبسوط وسعيد بالمناسبة وحقول اه النادي الاهلي كمؤسسة كبيرة جدا بيتعلم منه كل الناس في العالم كله مش في مصر بس في العالم كله فزي ما حضراتكم شايفين نظام احترام احترام لوجود الجميع ناس عارفة هي بتتكلم في ايه ناس عارفة مين اللي هيتكلم زي ما حضراتكم شايفين حاجة محترمة جدا بتدل على نحن عندنا مجلس ادارة قوي وواعي قوي وواعي باسم النادي الاهلي باسم النادي الاهلي النادي الاهلي من 1907 وحتى الان بتجده مختلف عن اي حد تاني بتجده مختلف بكل الاشكال فاللي حضراتكم شايفينه ده ما هو الا مجرد نظام بيضعه النادي الاهلي او موجود في النادي الاهلي من 1907 وكل مجالس الادارة اللي موجودة بتتبع نفس النظام وكل واحد بقى بيطور شوية على حسب الجيل اللي هو موجود فيه او على حسب السنة اللي هو موجود فيها فزي ما حضرتكم شايفين حاجة محترمة جدا وتدعو دائما للفخر الحقيقة يعني أنا سعيد جدا جدا باللي أنا بشوفه ومبسوط جدا جدا باللي أنا بشوفه افتتاح رائع يليق باسم النادي الأهلي بشكر مجلس إدارة النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع في التنظيم وفي كل شيء الحقيقة وكل العاملين في هذا الأمر لأنه في النهاية أنت بتتكلم باسم النادي الأهلي أو حضرتك طالع في مؤتمر صحفي باسم النادي الأهلي يجب أن يخرج بهذا الشكل الرائع اللي احنا شفناه